ونعاوز أشدد على هذا الموضوع مرة تانية أنا أؤمن أولا أن الكتاب المقدس هو كلمة الله كلمة الله التي لا تتغير ولن تتبدل كلمة الله ثابتة إلى الأبد الرسل والأنبياء شهدوا لهذه الكلمة وأكتبس أي أو أيتين فقط ليسوع المسيح وشهادة يسوع المسيح الكامل هي أعظم بما لا يقاس أعظم من أي شهادة اسمع ما قال الرب يسوع في إنجيل متى الإصحاح الخامس من آية 17 لا تظنوا أن جئتوا لأنقض النموس أو الأنبياء ما جئتوا لأنقض بل لأكمل فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النموس حتى يكون الكل فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السموات وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السموات أنا أؤمن أن كلمة الله بعهديه من أول آية من سفر التكوين إلى آخر آية في سفر الرؤية هي كلمة الله مش بتحتوي على جزء من كلمة الله من أحداث هي كلمة الله كاملا والرب يسوع أكد أكد أن السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول ولا حرف ولا نقطة اللغة العبرية شبيهة للغة العربية في اللغة العربية عندما مثلا تستذكر الأحرف الأبجدية أليف باتاثة إلى آخره في عنا كمان التشكيل الفتحة الضم الكسرة الهمزة الشدة إلى آخره حتى تعطينا تعبير الكلام وإذا بيكون الكلام بدون تشكيل أو بدون كده صعب جدا فالكلمات متشابهة وممكن تترجم أو تعرف بشكل يختلف لكن لاحظ يسوع المسيح قال حرف واحد طبعا اللغة العربية فيها إذا ذكرتني بتساعدني 28 حرف لأن اللغة العربية صعبة جدا بترفع الضغط لكن اللغة العبرية فيها 22 حرف هذا ما تعلمناه في المدرسة آلف بيت قيمل دالت هيد فاف زين حيد الأخرة برضو مع الأحرف العبرية فيه كمان تشكيل وهي التشكيل عبارة عن نقطة من فوق أو نقطة من تحت أو نقطتين أو ثلاثة سيجل أو نقطتين سكون أو الأخير بتعبر عن طريقة الكلام فهذا كان متوارد ومتعارف عليه في أيام المسيح فإذا كانت موجودة الترجمات منها السبعينية وأيضا الترجم المسوراتية وتعرف لما قال حرف واحد نقطة واحدة خلي بالك نقطة واحدة وفي سفر رؤية آخر إصحاح بقول يعني اللي بزيد على كلام الرب بزيد عليه الضربات واللي بيحذف حرف بيحذف الرب نصيبه من سفر الحياة وهي درس لكل الناس اللي بتحاول أنا بتكلم على مسحيين اللي بيحاولوا تحوير الكلام تزوير الكلام أو المسايرة في الكلام بما معنى أنا بدي أعمل الكلام حتى الشخص الآخر يقبلها يستسيغها من إمتى إحنا بنتكلم كلام حتى يستساغ إذا الرب يسوع مثلا اتصلب على الصليب من أين لنا أن نقول يعني نحط تعابير اتسهل الكلام لأنه حتى لا نعثر الآخرين ألم يقل الرسول بولوس بكل وضوح إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة ألم يقل عن الصليب عثر لليهود لملعون كل من علق على خشبة جهالة لليونانين كيف إن الله يتخذ جسد الآلهة لا تتعامل مع البشر وكيف يموت على الصليب طبعا المسيح كإنسان نحن نؤمن كمسيحيين فإذن هل بقلل من قوة الكلام أعطيك مثل يدعى اسمه يسوع مش عيسى تقول لي اللفظ صعب مش صعب يا حبيبي إذا الكلمة العربية يسوع هي الكلمة العبرية يشوع نفس الكلمة الأرمية وهي اللغاتنا العربية وهي اللغات الأصلية اللغات السمية ما كلها طلعت من نفس الجذور فهل يستصعب الإنسان أن يقول يسوع مشان هيك اللي برده عنا على الصفحة وربنا يباركهم رجال الله برده بكل بساطة لما شخص بقول عيسى بقول هذا عيسى بتاعك لأنه احنا لا نؤمن بعيسى نحن نؤمن بيسوع المسيح فهذا على سبيل المثال فممكن تكون ترجمات اللي عم بتقلل من أهمية المعنى وإذا قلنا أنه المسيح ابن الله فمنحاول نحور الكلمة عشان لا نعثر الشخص الآخر منذ متى صرنا نساير الناس ونتنازل عن أساسياتنا الإيمانية حتى نكون مقبولين ومن إيمتى من إيمتى إنه حياتنا المسيحية طب ما حتى في هالأيام قلنا للغرب ولا الشرق بحب المسيح لأنه بحبش الكنيسة ولا المسيحية فمن إيمتى إذا الناس أنا أبدأ أساير العالم عشان يحبوني ويلون فيكم إن قال فيكم الناس كلام حسن يعني مجرد أنت عاوز ترضل كله عاوز تمسك العصائي من النص وعاوز تكون تساير وتعيش الحياة الإزدواجية وديننا ودينكم واحد وكان الله في السر عليم وخلاص ما إحنا يعني كلياتنا لا أحبائي هذه ليست المسيحية أنا أؤمن إنه كلمة الله كما شهد يسوع المسيح بفمه الطاهر المبارك حرف واحد حرف مرات فعلا ما منفهم كل الكلام بس فيه روح القدس منصلي منتعلم قارنين الروحيات بالروحيات بس ما نصبح سلطان سلطة إنه نفسر على كيفنا وليلنا نعمل حتى نساير اللي أنت بتساير اليوم مش راح يشبع راح تتنازل أكتر لدرجة إنه في يوم للأيام راح تترك دينك فإذا في أي ترجمات أنا بقول لك للكتاب المقدس أو إنجيل آخر كما قال بولوس إن واحد أجاكه بإنجيل آخر غير الإنجيل اللي بشرت فيه فليكن مرفوض فليكن محروم فليكن ملعون أيضا فإذن نحن لا نساير في كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد كلمة الله الحية الفعالة أمضى من كل حدين ألم يقل الكتاب كلمتي التي تخرج من فمي من فم الله لا ترجع إلي فارغة كلمة الله غيرت شعوب غيرت حضرات بنت أسس مبادئ بنت حضرات قوانين تشريع كل العالم اليوم ماشي عليه بسبب كلمة الله أروح أتنازل عن كلمة الله لأنه أخدت اللي دكتورا والله اتنين فكرت حالي أنه فاهم في كل شيء ربنا يرحم